السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدون والمشاهدات العزاء أهلا ومرحبا بكم نحن معكم في تغطية خاصة ومفتوحة في بث حي ومباشر أيضا عبر قناة هلالفضائية وأيضا عبر موقع بنت الإخباري وذلك لتناول آخر التطورات في اليوم التاسع والعشرين من الحرب الدائرة في جنوبية البلاد في قطاع غزة وأيضا على الحدود الشمالية مناوشات عسكرية لا تتوقف تقريبا على الحدود الشمالية ما بين الجيش الإسرائيلي وجماعات مسلحة وعلى رأسها حزب الله اللبناني هذا يأتي اليوم بعد أقل بعد تقريبا 24 ساعة من الخطاب الذي وجهه الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وهو خطاب كان ينتظر عدد كبير من الناس سواء من لبنان أو من الأراضي الفلسطينية أو من الجانب الإسرائيلي ومن الغرب حمل عدة رسائل هناك انتقاضات كثيرة لمعارضي حزب الله ولمناهدي هذا الحزب على ما جاء في هذا الخطاب وأيضا هناك ترحيب من مجموعات محسوبة على حزب الله اللبناني سنحاول خلال التغطية مع عدد من الضيوف وعدد من المحللين فهم وقراءة ما بين السطور في ما جاء في هذا الخطاب وأيضا في غيره من تطورات في الساعات الأخيرة اليوم السبت تقريبا شهر على بداية هذه الحرب التي بدأت يوم السابع من أكتوبر الماضي بالهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس على منطقة غلاف غزة بلدات غلاف غزة وهو ما أوقع عدد كبير من القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين وأيضا من المدنيين الإسرائيليين بالتالي إسرائيل تقوم منذ ذلك اليوم بغارات مكثفة على قطاع غزة هناك قتلى بالألاف في الجانب الفلسطيني في الجانب الإسرائيلي حسب المعلومات نحو 1400 قتيل طبعا عملية التعرف على الجثث وهوية الجثث لازالت مستمرة حتى مع مرور أربعة أسابيع على بداية هذه الحرب ونحن نتحدث عن القتلى في اليوم الأول في يوم السابع من أكتوبر وزراء خارجية عرب يجتمعون اليوم في العاصمة الأردنية عمان مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكين الذي كان قد وصل إلى المنطقة يوم أمس والتقى مع رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو للمرة الثالثة منذ بداية هذه الحرب ونحن نعلم بأن هذه الزيارة تأتي في ظل ضغوط تخضع لها الإدارة الأمريكية سواء ضغوط داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجية للمطالبة بايدن الرئيس الأمريكي بايدن لطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار بشكل فوري وهذا ما ترفضه حاليا إسرائيل مطلقا ورئيس الحكومة بن يمين نتنياهو كان قد ظهر يوم أمس وقت قصير قبل دخول السبت وألقى كلمة موجهة للشعب الإسرائيلي قال فيها بأن الجيش الإسرائيلي مستمر في عمليته البرية والتوغل البري حتى يصل إلى الهدف الذي وضعته حكومة إسرائيل وهو القضاء على حركة حماس في المرحلة الأولى من هذا البث يرافقني في الستوديو يسعدني أن أرحب به ضيفنا المستشار الإعلامي مجدي قاسم أهلا ومرحبا بك مجدي أهلا بك أخ شحادي بك وبجميع المشاهدين مجدي أنت كنت ضيفنا في بداية هذه الحرب أو في منتصفها حاليا قبل أسبوعين تقريبا بقراءتك ما الذي تغير من اللقاء الأخير معاك لليوم وخاصة نرى بأن الأعداد في غزة أعداد القتلى تتزايد في الجانب الإسرائيلي هناك خسائر في الجيش الإسرائيلي القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي مع بداية التوغل البري تقريبا أسبوع للتوغل البري كيف تكرأ المشهد في الأسبوع الرابع للحرب؟ صحيح في الخطابات واللقاءات الأخيرة لقادة حماس في الخارج رأينا القاء اللوم الكبير بشكل مبطن لحزب الله ولمحور المقاومة ما يسمى ووصفوا ذلك بالخذلان عدم تدخل كبير من الجبهة الشمالية ومن بعض الجبهات الأخرى أنا أعتقد أنه في هذه المرحلة نحن في مناوشات بين محور حزب الله وبين حماس بسبب عدم تدخل حزب الله حتى الآن بشكل يمكن أن يخفف عبع الحرب على حماس حماس عندما بدأت هذه الحرب ظنت أن ما سيحدث هو أن يدخل حزب الله من الأيام الأولى وحدث العكس تماما لبنان في وضع اقتصادي ووضع سياسي مزري لبنان منذ بداية السنة لا يوجد هناك رئيس جمهورية لأنه هناك عدم توافق على انتخاب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية هناك ينتخب من البرلمان مثل دولة إسرائيل هناك ضغوطات اقتصادية كبيرة يعني أنت لا تتكلم عن نقص أموال لا أنت تتكلم عن ناس لديها مئات الآلاف الدولارات في حساباتها لا تستطيع أن تسحبها يعني هناك استهزاء أصلا من بعض المواطنين اللبنانيين على أكوال جيش الدفاع الإسرائيلي أنه سندمر البنية التحتية وسنقطع الكهرباء لأن المواطنين اللبنانية بيقول لك ما في عنا بني تحتية أصلا تضربوها ما في عنا محطات كهرباء إلى أي مدى هذا العامل وضع لبنان من ناحية الوضع الاقتصادي وهي الليرة اللبنانية في انهيار مش من اليوم من سنوات الوضع الاقتصادي سيء جدا كما نقرأ والانفجار المرفأ لليوم أثاره لا يزال يدفع ثمنها المواطن اللبناني إلى أي مدى كانت هذه الأوضاع أو هذه الأوضاع كانت ولا زالت عامل حاسم في موقف حزب الله أو تدخله عسكريا أخي شحادي التغير الكبير الذي جاء في المنطقة هو في سنة 2005 في سنة 2005 تغير وجه العالم تقريبا في لبنان كان هناك رئيس حكومي اسمه رفيق الحريري قتل حسب المحكمة الدولية على يد أعضاء من حزب الله في 2005 إسرائيل انسحبت بشكل أحاد الجانب من غزة وأصبحت غزة حسب قرار التقسيم القديم سنة 1947 هي الأرض الفلسطينية الوحيدة اللي غير محتلة ولكنها محاصرة صحيح انسحبت إسرائيل منها ولكن بقيت هذه لكن في 2005 تغيرت هناك الكثير من التغيرات في سنة 2006 حزب الله دخل الحرب مع إسرائيل بدون إذن إيران وسبب هذا الدخول للحرب بشكل مفاجئ وقالها نصر الله بشكل صريح قالها لو علمت أن هذا ما كان سيحدث لم أتجرى لهذه الخطوة نصر الله يعلم مدى خطورة الموقف إيران تعلم مدى خطورة الموقف أنا أعتقد أصلا أن حماس في خطابه مبارح نصر الله عندما قال هذه حركة فلسطينية بيئة بالمئة هو يقول أنه لم يتشاور معنا أحد لم نعلم صحيح بخطابه لم يعلوم هل كان هذا من العتاب لحماس أنكم لم تخبرونا مسبقا بالضربة الأولى صحيح لأنه إسرائيل تعلم والجميع يعلم أنه إسرائيل كانت تتجهز من أجل أن يدخل حزب الله من الجبهة الشمالية وأن تكون ما حدث في الجبهة الجنوبية يبدأ في الجبهة الشمالية وهذا كانت تجهزات إسرائيل وهذا كانت تجهزات حزب الله وحزب الله يعرف أنه لو بدأ في هذه المرحلة لكان قتل أعداد أكبر من المواطنين ومن الجيش ولكن سبب خسائر أكبر لإسرائيل ابقى معي مجد قاسم أريد أن أتحدث أكثر في عمق في التحليل ليس فقط المحلي وإنما على مستوى إقليمي ودولي ولكن الآن رئيس مجلس إكسال وأعود إلى ضيفي في الأستوديو المستشار الإعلامي مجد قاسم أسألك قبل أن نتحدث عن نصر الله والدول العربية وموقفها مما يجري في غزة أسألك كيف تنظر إلى قرار وزير الداخلية مشاعر بيل بتحرير الأموال والآن عمر دراوشي وقبله علي سلام وغيرهم يصرخوا تقريبا رؤساء السلطات المحلية يصرخوا بيقولوا بدنا أموال بدنا ميزانيات لأنه ذلعة سلطتنا المحلية قد تنهار كيف تنظر إلى هذا القرار؟ فننكون الواقعيين بداية المجالس المحلية العربية تعاني من شحف الميزانيات ومشاكل إدارية من قبل الحرب الحرب بدأت في 7-10-2023 يعني لا يمكن أن تقنع أي إنسان أنه إذا بلدية الناصرة ما ستدفع معاشات الشهر الجاي هو بسبب الحرب حاليا هناك مشاكل من قبل الحرب وبالحرب حاليا كل إنساء كل المصالح التجارية والمؤسسات والبلديات تحاول أنه تحصل شيء على ضوء الحرب من مساعدات ومن التخفيضات لا شك بدون علاقة للحرب وضع أنه سموترج وزير مالي هو ضرر للمجتمع العربي بدون حرب بدون حرب يعني هو هذا الشخص شخص عنصري لا يمكن أنه تتعاون معه والحمد لله أنه في وزراء مثل وزير الداخلية أربير اللي قرر بالرغم من قرارات سموترج وبالرغم من عملية مراقبة الأموال اللي سموترج طلبها لن تحدث في هذه الدفعة حسب ما أصدروا وزارة الداخلية ووزارة المالية بموافقة سموترج هذه المرة ولكن أنا أعتقد أنه على السلطات العربية هي مثلها مثل المواطنين نحن نعيش دائما في جو أنه لا يمكن أن يكون عندنا حرب ونحن في أمان وما لناش مشاكل مع حدا لا يا عمي الحرب يمكن أن تلقي ضلالة على الجميع وعلينا أن نبدأ كبلدات عربية أنه جاهز أنفسنا لجميع الحالات حتى من ناحية مادية ومن ناحية معنوية ومن ناحية الحالات الطوارئ والإسعافات ونالك عديد من البلدات العربية يعني لا يوجد لديه أي شيء جاهز البلدات في المثلثة الجنوبية أخش حادي هي غير مجهزة تقريبا 90% من الحارات والبيوت غير مجهزة في ملاجئ ملاجئ ضد صواريخ عادي يعني لا يوجد هذه الأمور فنحن في مشكلة من قبل وجود الحرب وأعتقد أن الحرب ساعدت المجالس المحلية زادت الأزمة لا بالعكس أنه ما زادت الأزمة هي ممكن أن تساعدهم في تسهيلات في تسهيلات اللي بتصير للجميع لأنه كيف فهمت من علي سلام من المقابلة الأخيرة اللي عرضت في قناة هلا بتحدث عن انخفاض كبير جداً في مدخلات البلدية من ضريبة الأرنونة وبتعرف ضريبة الأرنونة تكون متنفس الأساسي للبلديات العربية صحيح سمعت عليه السلام يطالب من خلال اجتماع بلدي يطالب الموظفين في أن يتكلبوا مع أصحابهم ومع أقاربهم أن يحثوا الناس على دفع الأرنونة بس الناس بتقول لك إحنا تعطلنا عن عملنا الأمال اللي بيشتغلوا في البناء في المطاعم في الفنادق تعطلوا تعطلوا عن هذا الشهر أخي شهادي الشهر اللي قبله ما كانوش معطلين واللي قبله ما كانوش معطلين ومجالسنا المحلية مثل خطة الإشفاء ولكن ليست خطة إشفاء خطة تنظيم إداري لا يعقل أنه عندما كل ما يتبدل رئيس مجلس أو رئيس بلدي كل واحد يلذك الأمور في اللي قبله هناك ديون ونالك بعرفش إيش لازم هناك يكون شفافية ووضوع أغلبيت البلديات والمجالس المحلية العربية لا يمكن أنك تنزل المستند الميزانية السنوية لا يوجد موقع إنترنت لا يوجد موقع تشوف الجلسات لا يوجد موقع إشي هاي الأمور البسيطة لازم نبدأ نتجهز إلها لازم نكون أوعى إلها وأنا أعتقد أنه في جميع بلداتنا العربية كان ممكن لو حدثت الانتخابات في وقتها كان ممكن أنه يكون تغيير كبير في كثير من البلدات لا الأحسن ولا الأسوأ لا أعتقد الأحسن لأنه أنا نظرت إلى بعض البلدان بعض البلدان الذي تهاوت يعني هناك بعض المرشحين الذين جاءوا هم مش رجال سياسي بعض المرشحين جاءوا رجال إداريين هذا أفضل شخص مش سياسي يدير بلدية صحيح أفضل أفضل بكثير حاليا لأنه نحن عانينا من سنة الألفين حتى اليوم الدولة خرجت من البلدان العربية وبدأت تعود من سنة الألفين وستاش دولة إسرائيل بعد انتفاضة سنة الألفين تم إغلاق جميع محطات الشرطة تم إغلاق جميع مؤسسات الدولة في جميع البلدات العربية جديد من بعد سنة الألفين واربعتاش وارفين وستاش أصبح هناك خطط خماسية أصبح هناك افتتاح لمحطات شرطة أصبح أكثر مراقبة للبلديات المجالس تركنا بدون أب وأم من سنة الألفين حتى اليوم وحتى الآن نحن ملبسين يعني في جميع البلدات مشاكل بناء مشاكل المالية جميعها بدت من هذه الخطرة نعود إلى شؤون الحرب الآن حينما يتحدث القيادة في حماس في لبنان أسامة حمدان ويقول بأن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية زار قبل أيام طهران والتقى مع علي الخميني برأيك إلى أي مدى هناك تنصيق ما بين حماس وطهران في هذه الحرب أنا لا أعتقد أن ما حدث افتتاح الحرب من قبل حماس لا أعتقد أنه كان هناك تنصيق مع أي طرف من الأطراف لرأينا صورة أخرى أنا أعتقد أن حركة حماس أخطأت في حساباتها في فتح هذه الحرب هناك بعض الأخطاء بالتصريحات التي لا تستطيع أن تفهم ونحن نرى أصلا إيران وحزب الله وهذا المحور هو لا يهتم في القضية الفلسطينية يعني قال حزب الله بشكل واضح الطريق إلى الكدس يبدأ من حلب وإدلب والحلواني والقصير وجميع البلدات السورية ما خلص بعده في سوريا فهذا المحور لم يكن بأي يوم من الأيام يهتم في أي شيء بالقضية الفلسطينية أو بالمواطنين الفلسطينيين أنا لا أجمع بين حماس وبين القضية الفلسطينية أنا كمواطن عربي إسرائيلي أرى أن هناك تفريق بين تعاطفي مع السكان والأهل في غزة لبين تأييد حماس حماس من بعد 17 بالنسبة لي وأصبح تنظيم إرهابي ولكن هناك ضحايا في غزة هناك سكان أنا شخصيا أو أي إنسان يريد أن يقترح كيف ممكن نحلل المشكلة هناك ما فيه بخطر على رأسك أي مقترح ممكن تقترحه وقف إطلاق نار جربنا قبل سنتين من سنتين في وقف إطلاق نار في عشرات ألاف التصريح من العمال في غزة تم إيقاف الحصار بشكل كامل يعني من جهة الإسرائيلية غزة كانت تبيع عن طريق المعبر الإسرائيلي في السنتين الأخيرة كل يوم مئات ألاف الشواكل والخضار والفواكه والمنتجات من غزة لم يكن هناك حصار في السنتين الأخيرة وكان هناك طليقة اقتصادية جميلة في غزة هناك طبقة في غزة أصبحت أصلا أغنية حرب من فترات هذه والضحية بالآخر هو السكاء الآن إذا أنت تريد أن تقترح على إسرائيل وقف إطلاق نار كيف يمكن أن تعطي إسرائيل أن تثق أنه لن يكون هناك عملية أخرى مثل سبعة عشرات وأي دولة لا يمكن أن تصف مئات عشرات ألاف جنود إذا ما تقول وهذا المشهد الذي تصفه ما هو الحل؟ الحل هو إقامة دولة فلسطينية بعد محو حماس لا يمكن أن تطفق مع ناس لديهم هذا الرأي يجب أن المجتمع الفلسطيني نفسه أوعى أنت تتكلم أخي شهادي عن المجتمع الفلسطيني الذي يملك أكبر نسبة من المثقفين ونلحصين على شهاد جامعي هذا ليس شعب إرهابي وليس شعب حماس والآن اليوم التاسع والعشرين من الحرب وإسرائيل في غارات لا تتوقف وتوغل بري من أسبوع وحد هذه اللحظة نتحدث قبل قليل كان صفرات إلغان لا يمكن محو حماس من ناحية عسكرية حماس قادرة على إطلاق الصواريخ كيف حماس بدأت يجي تسلم أنا بقول لك من ناحية عسكرية وأنا تعلمت شؤون عسكرية لا يمكن محو حماس ولا أي تنظيم من هذا النوع من ناحية عسكرية حماس ليست مجموعة حماس فكرة هذه نوع من الفكرة تؤمن أنه عن طريق هذه التصرفات يمكن أن تجد حلول يعني إذا نظرنا في منطلق عالمي لا يوجد دولة من العالم أو أي تحرر جاء في مثل هذه الأسلوب لا في الهند ولا في أي مكان في العالم ولا في أفريكا الجنوبية ولا في أي مكان نريد أن نقارن نفسنا فيه لم تنجح هذه التحرقات التي تتبعها حماس ولكن من ناحية أخرى مجد قاسم كان هناك في الطرف الآخر السلطة الوطنية الفلسطينية والمتمثلة بمحمود عباس أبو مازن واللي إسرائيل قالت عنه مش شريك بالكاد قادة إسرائيل يتحدثون معه هاتفيا باستثناء جانتس الذي دعاله لبيته في رأس العين وهو يوصف في الإعلام العبري بأنه معاد للسامية وبأنه إنسان ينكر النازية والمحركة التي لحقت بالشعب اليهودي في أوروبا وهذا الشخص كل السنوات منذ أن استلم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية وهو ينادي بحل الدولتين ينادي بوقف الاستيطان وينادي يعني يمد يده لإسرائيل وإسرائيل أضعفته يعني لم يلاقي هذا الترحاب الإسرائيلي وهناك من يقول أنه إسرائيل بتصرف هذا أضعفته وأكوت حماس بهذه بصورة غير مباشرة صحيح أنا أعتقد أنه موضوع السلطة الفلسطينية هو موضوع مركب محمود عباس صحيح هو حتى الآن يشغل التنصيق الأمني بشكل كبير وبالذات بعد الحرب بعد بداية الحرب مع حماس محمود عباس بدأ يقوّد تنصيق الأمني لأنه يريد يريد أن يأخذ السلطة هناك بعدما انقلبوا عليه حماس في انقلاب عسكري في 2007 وتكبت خسائر حماس قتلت لرجال فتح حوالي 800 شخص في 2007 في الانقلاب العسكري وأصرت الآلاف من رجال فتح وهو يريد الانتقام أما بموضوع أنه إسرائيل تقول عنه إرهابي وتعاون مع الإرهابيين أنا أريد أن أكون حذر في هذه الجملة ولكن أعتقد يعني إن شاء الله أتوفق في قولنا احتمال هناك شيء إيجابي وحيد في هذا الحرب وهو أنه هذه الحكومة الموجودة حاليا لن تكمل هذه الوجوه لن تكمل هذه الوجوه هي جزء يعني مثل ما أنا بقول لك أنه حماس أخطأ في اختياراته وفي تصرفاته والحكومة أيضا أخطأت منذ عشر سنوات خمستاشر سنة ركنوا القضية الفلسطينية جانبين ولا يمكن يعني ركن هذه القضية من هذه القضايا على طرف أنا أعتقد أنه محمود عباس كان يحاول مثل ما نقول إحنا بالعامية بتخف العرصين هو أيضا يحافظ على التنصيق الأمني وأيضا يعطي معاشات لكل من يحاول كل من يعمل عملية ضد جنود أو ضد إسرائيليين من السلطة بصير عنده معاش وعند أهله معاش هاي الخلاف الأول بين إسرائيل وبين محمود عباس أنا شخصيا لا خبرة لدي في كيف ممكن أن نصل إلى اتفاقية سلام وإقامة دولة فلسطينية ولكن أنا أعلم أنه في قرار التقسيم سنة 1947 لم يكن هناك شيء اسمه إسرائيل ولم تكن هناك دولة اسمها فلسطين تقرر إقامة دولتين لشعبين دولة الأولى أقيمت والدولة الثانية يجب أن تقام حتى يعيش هذول الشعبين في أمان وسلام والآن نحن أين موقفنا نحن عرب إسرائيل نحن العرب الوحيدين في العالم نتكلم في اللغتين العربية والعبري يجب علينا استغلال هذا الموقف يجب علينا أن نكون جسرا للسلام يجب علينا أن نرفض أي نوع من أنواع الحرب سواء هل تشنها إسرائيل أو تشنها حماس أو أي طرف أخرى يعني نحن أيضا المتضررين الأوائل من جميع الحملات العسكرية مين ما يكون بدأ أي حمل عسكري نحن أول متضررين من ناحية عاطفية ومن ناحية اقتصادية ومن ناحية جسدية أيضا يعني نحن حتى الآن لن ننسى ما حدث في سنة 2021 عندما تم التغرير ببعض الشباب بعدش كيف صار عنده غسل دماغ وضع مستقبل المئات من الشباب العرب بسبب أعمال حتى الآن لا يمكن تبريرها لا يمكن تبريرها شاب يحرك بلده لأنه زعلان على دولة إسرائيل ما كان يمكن تبريرها نحن الآن يجب أن نكون جسر السلام لكن يستعرف أنه كان في حين وفي 2021 ولا زال يعني ما يجري في المسجد الأقصى المبارك هو يعني يعتبر استفزاز لكل مسلم يعني والمشاهد اللي في ساحات المسجد الأقصى المبارك ممكن كانت عامل أساسي ودافع أساسي في تقسيم الزمني أنت بتقسود تقسيم الزمني في المسجد الأقصى التصريحات التي تصدر عن متطرفين إسرائيليين يعني اللي يأتون إلى باحات المسجد الأقصى المبارك وانت بتعرف أنه في السنوات الأخيرة تحولت هذه الزيارات استفزازية صحيح بشكل كبير لمشاعر المسلمين فما بالك كانت أيامها قضية المسجد الأقصى المبارك واحتقان أيضا في الشارع الفلسطيني وانفجرت الأمور وانفجرت كيف تابعنا في حينه كل هذه الأمور كانت عوامل اللي مهدت وسهلت ما حدث يومها صحيح بسنة 2020 العامل الرئيسي لما حدث هو وجود بنكفير وخيمته الملعوني في الشيخ جراح هذا الشخص لا يسبب ضرر لعرب إسرائيل أو للعرب بشكل عام بل يسبب ضرر لإسرائيل نفسها شركات تصنيع السلاح الآن ترسل لإسرائيل فكسات وقف إرساليات لأسلحة من نوع M16 ومن نوع مسدسات ليه؟ لأنه هناك صور لبنكفير يوزع هذه الأسلحة على الناس حتى لو أنه برخصة ما بده هذا الإنسان هو ضرر لدولة إسرائيل وهو ما سبب ما حدث ذلك المسجد الأقصى هناك تقسيم زماني محدد في المسجد الأقصى في موافقة من الأوقاف وكل مرة تم تفريغ المسجد الأقصى ويكون هناك تعاون مع سلطة الأوقاف الموجودة هناك هناك مشكلة فينا كعرب أنه لا نعترف بالاتفاقيات الموجودة وأشياء الموجودة هناك عنصرين عند اليهود نعم وهناك عنصرين عند العرب فيه يهود يقولوا ما بتلا عربيم وفيه عرب خلال اليوم يقولوا عشرين مرة يعدمك اليهود هذه الأشيء لا يمكن أن نقبل على نفسنا شيء ولا نقبله عن أخذنا بيقولوا لا دعمنا فيه هناك مثلا في العبري يقول في كل بيت يوجد مرحاض هناك عنصريين يهود وهناك عنصريين عرب هناك عرب يقيمون بعمليات ضد المدنيين وهناك يهود أيضا إرهابيين يقوم بها لا يمكن أن نقول أن كل العرب عنصريين أو كل اليهود عنصريين وإذا كان هناك أشخاص انتخبوا في الكنيسة حصلوا على أربع أو خمس مقاعد هؤلاء لا يمثلون لا دولة إسرائيل ولا الشعب اليهودي بما أنك ذكرت الآن قضية الكنيسة وكم يحصلون على مقاعد استطلاع الرأي الذي جرى أمس في صحيفة معاريف العبرية ترح على المشاركين فيه وعددهم حوالي خمسمائة شخص من العرب واليهود فيما لو جرت انتخابات للكنيسة اليوم ونفتالي بينيتي يأخذ هذه الانتخابات رئيس الحكومة السابق يحصل على 17 مقعد والليكود يحصل على 17 مقعد في هذا الاستطلاع لا أتوقع أن يحصل على 10 الليكود طبعا إذا لم ينقلب أعضاء الليكود اللي غير معروفين اللي معروفين إنساهم إذا لم ينقلبوا على بن يمين نتنياهو في الفترة القادمة بعد الحرب طبعا لن يكون هناك الليكود يعني سوف يحصل بالليكود مثل ما حصل في حزب العمل وفي حزب كديمة وفي أحساب أخرى نظرها هل تتوقع إذا انتهت هذه الحرب يعني بالشكل الذي يريده نتنياهو حينما يقول لن نقف الحرب حتى نحقق الهدف لو يحتل أوروبا أخي شهادي ما في إمكانيه هناك 1200 مدني قتلوا وغير يعني اتركك من 350 جندي اللي قتلوا 1200 مدني لم يحدث في كل حروب إسرائيل منذ أنه قيمت في يوم واحد تم احتلال مدن إسرائيلية على يد قوات ليست دولة حماس ليست دولة حماس تنظيم اللي كان بعملية حتى لو تمكنت جيش الإسرائيلي من أنا بعض السيناريو مثلا من احتقال أو اغتيال أو لا أدرك كيف يحيى الصنوار ومحمد ضيف كبار قادة حماس لا يوجد وظهروا على الشاشات مع هذه الصور وأنا استرجع هنا مثلا مشهد اعتقال صدام حسين لو نتنياهو حصل على هذه الصورة القضاء على يحيى الصنوار اغتيال يحيى الصنوار وهذه فرضية يعني ممكن تصير وممكن ما تصير ولكن نتنياهو إذا حصل على هذه الصورة مش رح يساعده هذا يعزز شعبيته الشيء الوحيد الذي سيساعد نتنياهو هو بعد خمسين سنة عندما يكشف الأرشيف ويتأكد الشعب الإسرائيلي أنه نتنياهو لم يتواطى أو لم يكن منه التقصير مثل ما حدث مع قولدا أنا قبل قولدا مئير قولدا مئير قبل حكومة إسرائيل في حين انطلاق حرب ثلاثة وسبعين نعم يوم الغفرة أنا أو حرب مبتوبة قولدا مئير أنا قبل انطلاق هذه الحرب حتى كانت قبل خمسين سنة بالتحديد هناك تم الكشف عن أرشيف جديد كشف عنها نعم قبل انطلاق هذه الحرب بثلاثة أيام أنا شاهدت والشعب الإسرائيلي بدأ يقتنع أنه لم يكن هناك التقصير من قولدا مئير وهذا أعتقد ما سيحدث مع نتنياهو هناك حرية إعلامية مفرط بها في دولة إسرائيل عند العرب وعند اليهود اللي كل شخص يمكن أن يعطي نظريات لا أساس لها يعني هو يتوقع ويفرض هذا الشيء والناس يصدقون هذا الشيء ممكن أن يكون مجموعة اتهامات فرضية لجميع المسؤولين أنا أعتقد لن في أي نتيجة ممكن أن تنتهي فيها الحرب لن يبيض صفحة هذه الحكومة عند المواطنين أنت تتحدث عن أرقام مخطوفين حتى الآن لا أحد يعرف كدش في مخطوفين كل يوم يزيد الرقم قبل يومين كان 230 اليوم 241 وعندك 1250 مقتول مدني وعندك 350 يزيد بسبب العملية البرية قتل جنود هناك فشل ليس استخباراتي أنا لا أسمي فشل استخباراتي ما حدث في إسرائيل بل فشل في التخيل لم يتخيلوا حتى أنه ما حدث أنا حماس بس الجهش الإسرائيلي كان واضع مثل هذا السيناريو في الشمع لا وأيضا في الجنوب كانوا أحيانا يتداولون إمكانية تدريبات عسكرية لمحاولة اقتحام الحدود أخي شحادي أنا ممكن أن أشرح لك بشكل مبسط غلاف غزة هناك جدار اللي هو أصلا يمتد من تحت الأرض جدار من باطون مسلح لا يمكن أنك هذا عويل بسبب الانفاق صحيح هناك أيضا شيء يسمى في العبري رؤي يوري هي شيء مثل الـ M16 تكون أكبر منه في عشر مرات كل شخص ترى يقترب إلى الجدار تطلق عليه النار تبليش مشتغلة هذه المنظومات لواني وفي عندك الكاميرات اللي موجودة على الجدار اللي تم تعطيلها وفي عندك 200 جندي منتشر لم يتم تعطيل الكاميرات لم تكن هناك أي نوع من أنواع التفوقات التكنولوجية ولا شو اللي صار أنت تتكلم عن كمة التكنولوجيا تم التغلب عليها في قاع التكنولوجيا بأبسط الإمكانيات أولا كشفت الناطق بلسان الجيش أصلا أنه لم يكن هناك أي حديث بين الأعضاء حماس فوق الأرض عن هذا الموضوع لم يتحدثوا بجانب هاتف الكاميرات تم تفجيرها قبل حدوث كل شيء عمدات رؤية وراء التي تطلق النار تم تفجيرها في مصيرة تم إخراج الفيديو وهذه يعني شيء كبير أنه تفجر مثل هيك وتوثقه أيضا وتوثيقه على يد مصيرات نعم وتوثقه الجدار عن طريق صواريخ عن طريق تركاب أكثر من نقطة لم تكن هناك نقطة واحدة وإنت تتحدث عن مثلا كتيبي عشر جنود يكونوا واقفين عند الجدار يفوت عليهم مئتين هذولا شو تعمل بعدين جندي معه مستاش أو مسدس وفي كان جنود في الملاجئ بسبب إطلاق الصواريخ هناك جنود فيديوهات أطلقها حماس أنه جنود يقتلون في أسرتهم أنا حتى الآن أستغرب لماذا لا أخذتهم أسرع قتلوهم في أسرتهم وفي صوت صراخهم السؤال قبل ما ننهي هذه الفقرة الأولى من هذا البث الآن كيف سيكون شكل حكومة إسرائيل في اليوم التالي للحرب ممكن أن نتنياهو يتحمل المسؤولية وهو الأمر الذي لحد الآن ليس بشكل كامل صحيح كال سنفحص كل شيء وسنسأل كل الأسئلة الصعبة وسنسأل كل الله وأنا منهم ولكن لم يقل أنه يتحمل مسؤولية الشيء اللي بدأ يتحمل المسؤولية يتحملها نتنياهو حاول أن يلتف في التعابير في خطاباته الأخيرة ولا يريد أن يتحمل المسؤولية بشكل شخصي وأنا أتفهمه كسياسي هو سياسي وليس رجل أمير ولكن أنا أعتقد الحكومة القادمة في حال عرب إسرائيل لم العرب في إسرائيل إذا لم يكون جزء في هذه الحكومة وزراء ومن الإتلاف سنكون نحن مجرمين في حق ذاتنا وفي حق القضية الفلسطينية قصدك يعني استمرار أنا أعتقد أنه نحن إحدى الأسباب حتى الآن أنه لا يوجد دولة فلسطينية ولا يوجد سلام في هذه المنطقة نحن قلت لك يا أخي شحادي نحن العرب الوحيدين في العالم نتكلم اللغة الإنجليزية والعربية والعبرية نحن الوحيدين باستطاعتنا جلب السلام لهذه المنطقة نحن الوحيدين اللي نستطيع أن نتجول في الضفة بحرية وفي إسرائيل في حرية نجب أن نكون جزء من هذه الحكومة يجب أن نعطي الأمان أصلا نعطي شعور الأمان للشعب اليهودي أنه نحن يمكن الوثوق بنا ويمكن أن نعيش سويا نحن مليونين عربي في إسرائيل نحن أصلا جزء لا يتجزأ تشكلت حكومة جديدة بعد انتخابات جديدة ولم يكن العرب في إسرائيل شركاء وليس مثل ما كان منصر عباس جزء من الإتلاف لا جزء من الإتلاف وجزء من الحكومة وأن يتم الاتفاق على جميع السيناريوهات ماذا لو سار حرب هنا وماذا لو اندلعت الأمور هنا كيف سنتصرب يجب أن يكون أن نبدأ العرب في إسرائيل جولة إلى السلام نحن الوحيدون في العالم صدقني أكثر من بايدن يمكن أن نحقق هذه السلام في المنطقة إذا لم نكن في الحكومة القادمة نحن نجرم في حق أنفسنا وفي حق إخواننا الفلسطينيين وفي حق الدولة أيضا السؤال الأخير ماذا عن الأسرة والرهائن لدى حركة حماس الآن نرى بأن أمس كانت مظاهرة لعائلات الرهائن أمام وزارة الأمن والآن هناك في اعتصام على ما يبدو سيستمر بشكل مفتوح والعائلات تقول في البداية كنا نسمع أصوات من هذه العائلات التي تقول الكل مقابل لكل يعني إطلاق صراح كل المحتجزين كل الرهائن لدى حماس مقابل كل الأسرة الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الآن هناك أصوات داخل هذه العائلات تقول لا لوقف إطلاق النار قبل إعادة الأسرة أو إذا بدون اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يتضمن إطلاق صراح هؤلاء برأيك لأين تفسير هذه الأمور أنا أعتقد أنه أخطأت حماس من ناحية إعلامية عندما نشرت بعض الضغوطات نشرت فيديو أول لمصاب ورهيني أثناء علاجها وفي الفيديو الثاني نشرت فيديو لثلاث نساء يصرخن وواضح أنه مضغوط عليهم بشكل كبير ومكتوب هذه الأشياء سببت بالعكس على حماس بدل ما يضغطوا الشعب الإسرائيلي لأنه يضغط على الحكومة الآن الشعب الإسرائيلي زادت رغبة الانتقام لديه بسبب هذه الفصول الإعلامي التي أخرجها حماس أنا أعتقد أنه هذا الجزء الأصعب في هذه الحرب والأكثر حساسية ولا يمكن أن ينتهي في تبادل بالذات المواطنين لن تسمح إسرائيل أن يتبدل المواطنين في أسرى التي هم موجودين في السجون على قضايا أمنية أريد أن أشكرك المستشار الإعلامي مجد قاسم على هذه المداخلة وعلى حضورك لستوديو كنات هلا شكرا لك المشاهدون والمشاهدات الأعزاء نخرج إلى فاصل إعلاني نعود مع المزيد من الضيوف والتحليلات في اليوم التاسع والعشرين من الحرب ابقوا معنا